هذا وشهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة مراسم توقيع اتفاقية لتقصيص قطعة أرض لشركة سكاتيك النرويجية لإقامة محطة طاقة رياح غرب سهاج باستثمارات تبلغ 5 مليارات دولار ووفقا للاتفاقية ستنتج محطة طاقة الرياح المقرر إنشاؤها في غرب سهاج 5 جيجاوات من الكهرباء سنويا ويسهم المشروع في تحقيق هدف مصر بأن تشكل الطاقة المتجددة 42% من مزيج الطاقة في البلاد بحلول عام 2030 وسوف يوفر المشروع نحو 8000 فرصة عمل خلال فترة الأعمال الإنشائية فيما يوفر نحو 300 فرصة عمل بشكل دائم